أدات تاتي الفرنسية التي أنشئت قبل سبعين عاماً هي مقصد للطبقات المتوسطة والفقيرة والذين تزايد عددهم بعد الأزمات الاقتصادية نتيجة كورونا مما أدى إلى قرار إغفال هذه العلامة التجارية الزهرية اللون في الدائرة الثامنة عشر الباريسية التي تعج بالمعوزين والمهاجرين رفقت تطور الشركة من الجد إلى الحفيد كنا نجد فيها ثياباً جيدة بأسعار مناسبة إنها علامة مميزة هذا شيء مؤلم خاصة في المستقبل هذا مؤسف ويبدو أن انخفاض مبيعتها بنسبة 60% بين الأول من أكتوبر 2019 وال31 من مايو 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق كان السبب في القرار هذا كما حصل مع الألاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية التي تأثرت بفيروس كورونا تقرير 40 مليار من طرف الوزير الأول لدعم الشركات هي خطوة جيدة من حيث المبدأ لكن المشكلة هي في طريقة التنفيذ بمعنى هل سوف يتم دفعها كدعم للشركات من خلال إعفاءها من ضرائب أو إعفاءها من ديون هذه العلامة التجارية المميزة التي تنتشر في مختلف المناطق الفرنسية عبر 70 متجرا كبيرا يبدو أن المساعدات المالية التي أعلنت عنها الحكومة الفرنسية لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة لم تحل دون خيار الإقفال وصرف الموظفين على غرار ملايين الفرنسيين الذين أصبحوا من دون عمل أو في بطالة جزئية حسب المحللين فأن لا أفاق إيجابية في المدى القريب لإعادة إطلاق عجلة الإنتاج في فرنسا والذي تراجع بنسبة 12% ما دون الصفر وهذا يحصل لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية توني شمي الحرة باريس توني شمي الحبر